السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد ببحث جديد المرة دي بحث للصف الثالث هنعمل البحث في السكان الزيادة السكانية والامن الغذائي زي ما قلنا اولياء امور لو سمحتوا خلوا الطالب يعيش تجربة مع نفسه انتو بس سندو المعلومات موجودة عندهم منها جزء في كتاب المدرسة وجزء كبير جدا منها على النت واحنا طبعا يعني معظم الطلبة في اديهم النت دايما فيستغلوه في حاجة مفيدة طيب اول حاجة زي ما تعودنا نشوف الموضوع اللي احنا هنكتب فيه انا هكتب في الزيادة السكانية سنة ثالثة بيقول لزيادة السكانية اثار ايجابية واخرى سلبية ولها علاقة وطيطة بالامن الغذائي بدوق الدراسة والمصادر المتاحة قاعد مشروع بحسي بتضمن توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البياني في وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار آآ السكاني وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وتوفير الطاقة الكهربائية للسكان تصميم مخطط للتوضيح اثار الاثار الايجابية والسلبية للزيادة السكانية على موارد الدول وعايز استعمل بما درسته في الرياضيات بتمثيل هذه البيانات والتنبؤ بتعداد السكان وعايز مقال قصير باللغة العربية بتوعية المجتمعات المحيطة عن الاثار الاسلبية للزيادة السكانية ويترجم باللغة الاجنبية اول حاجة طيب هقرأ عن الموضوع الزيادة السكانية والانفجار السكاني وتأثيره على الموارد غذائية اللي هو الغذاء بتاعنا طيب تمام اه هشوف كتاب المدرسة في الدراسات والعلوم بيتكلم عن اه زيادة السكانية ممكن تلاقي في كتاب الدراسات التنم الاولاني فيه عن الزيادة السكانية طب والغزاء هلاقيه في الترمي التاني عن الزراعة آآ النشاط الزراعي والنشاط الحيواني آآ هقوم اول حاجة بعد ما جمعت شوية معلومات او عرفت شوية معلومات على الموضوع هختار عنوان مناسب او عنوان جذاب انا اخترته مسلا عنوان النمو السكاني والغزاء ويقود الطالب والمشتركين معي في البحث تمام يبتدي بقى نكتب مقدمة قصيرة آآ بيعتمد السكان بشكل كبير على غزائهم على النشاط الزراعي زي مثلا قمح الشعير الزرا آآ آآ الأرز وبقى يعتمد على النشاط الحيواني في إنتاج آآ اللحوم سواء اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء او اللحوم الاسماك طبعا كل ده ممكن تلاقيه في النشاط الزراعي في سنة تلتا في كتاب الدراسات آآ والنشاط الحيواني والسروة السمكية وبنعتمد عليهم في حياتنا برضو محتاجين مصادر الطاقة مصادر الطاقة اللي انت بتاستهلكها جوه البيت ايه اكتر حاجة او هو اللي محتاج يتكلم عنها جوه البحث هي طاقة الكهرباء بس تخدمها في ايه استخدماتها كتيرة جدا طبعا في المقدمة بكتب من ستين لتمانين كلمة نيجي بعد كده نحدد العناصر اللي احنا هنكتب فيها مفهوم الزيادة السكانية عوامل مؤسرة دي كلها نعمازج استرشادية يعني تساعدك وانت بتختار آآ الموضوع بتاعك او هتكتب في الموضوع بتاعك اثار آآ مترتبة على الزيادة السكانية هو قلي فيه سلبية وفيه ايجابية واشرح مشكلة مثلا زي مشكلة المجاعة او نقص الطاقة مقترحات للحد من التزايد السكاني دي العناصر اللي احنا حددناها نيجي نكتب في كل عنصر جزئية وشرح الحد ما اوصل من ستمائة لتمنمائة كلمة ده الموضوع بتاعي طيب هو محتاج برضو في الرياضيات احصائية لزيادة السكانية خلال آآ او التنبؤ بالزيادة سكانية وتأثيرها على الموارد طيب انا زيادة سكانية اجيب معلومات عنها منين ابحث في النت وانا هسيب لك في صندوق الوصف بعض المواقع اللي ممكن تبحس فيها واللي تساعدك ان انت توصل آآ تعرف مسلا احصائيات للزيادة السكانية انا هكتبها لك في صندوق الوصف هسيب لك بعض الاماكن اللي في صندوق الوصف مواقع وروابط تقدر تدور فيها هيديك احصائية لعدد السكان انا جبت منها وعملت الرسم بياني كمان عن عدد السكان من الف وتسعمائة وتسعين لالفين وتلاتين مثال انت ممكن تقول مثلا لالفين وعا الفين خمسة وتلاتين لالفين واربعين لانفين ومية زي ما تحب ده تنبؤ بالزيادة سكانية طيب انا ممكن اعمل حزبة صغيرة اعرف بيها الكسافة السكانية طبعا انتو خدتوها في في الدراسات وهي هدي اعتبر مسألة رياضية شوية لو عدد السكان على المساحة طب عدد السكان الاحصائيات دي بيجيلي من فين الاحصائيات دي اجيبها من عني التعدد السكان دلوقتي حاليا على المساحة وهيديك النسبة طيب وتنبؤات بقى بالمستقبل اشوف عدد السكان فيما بعد يعني مثلا زي الفين وتلاتين الفين ومية هيصبحوا قد ايه حسب الاحصائيات المتوقعة عالميا واقسمها على المساحة اللي هي خمسمية وعشرة مليون كليومتر المربع بما في ذلك البحار والمحيطات يعني الارض اللي يابس والماء وهيديني نسبة الكسافة السكانية طيب النسبة دي هتطلع اكيد بعد سنوات كبيرة هتبقى عالية هتأثر معي على الموارد هقول له فعلا ان هو ده معدل عالي هيأثر معي على الموارد ومصادر الطاقة طيب مصادر الطاقة هو ايه الاكتر حاجة باستهلكها او باستخدمها عندي جوه البيت الكهرباء الكهرباء عندك موجودة في كتاب العلوم آآ شارح جزء منها نشوف كتاب العلوم ادي عندي في في مقدمة عن الوحدة كتب لي عن الكهرباء هي طاقة خفية لانا استطيع ان نقدم لها وصف وبعد كده بيقول لي كيف يتولد طيار الكهربائي ممكن نستغله آآ اهمية الكهرباء طيب لو انا عايزة اوفر للسكان طاقة كهربائية زي ما هو طالب مني في البحث طيب انا ممكن اوفرها عن طريق تاني عن طريق الطاقة النووية اهو عندي نواف كتاب سنة طالتة الاستخدامات السلمية مش عارفة الكاميرا جايبة ولا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ممكن استخدمها في مجال توليد الكهرباء آآ بنستغل الحرارة النتجة من الطاقة النووية بتشغيل المحركات وتوليد الكهرباء عن طريق تسخين الماء حتى الغيان واستخدام بخار الماء الناتج في ادارة توربينات لتوليد الكهرباء طبعا دي استخدامات كثيرة للطاقة النووية واهمها الكهرباء اللي هو جايبلي عنها في البحث بتاعي طيب تمام وممكن اكتب برضو آآ عن الطاقة الكهربائية ومجالاتها واستخداماتها الكثيرة الموجودة عندي في المنزل ان انتا قاعد في البيت انت مش هتقدر تعيش من غير كهرباء طب بعد تزايد السكاني انا هحصل عليك كهرباء ازاي من المحركات آآ زي طواحين الهواء تحول الطاقة الكهربائية طاقة الحركية لا طاقة كهربائية طيب محتاج بعد كده اكتب بحس آآ مقال اسفة قصير باللغة العربية يعني اراعي فيه القواعد اللغوية للغة العربية علامات الترقيم وكل ده وبعد كده اترجمه باللغة الاجنبية وبرضو هراعي نفس الخطوات القواعد كده انا كملت البحس بتاعي اللي هو من ستمائة لتمنمائة كلمة او تقريبا من ستمائة لتمنمائة كلمة اجي انا وصلت النتائج ايه في البحس ده طبعا البحس كله انا ما كتبتش في حاجة وزاي ما انتم شايفين ده هو مجرد نموذج ستير شادي اي بوصلك بالمعلومة ممكن تلاقيها فين او بسهلها عليك شوية تلاقيها فين وانت تقدر تنفزها على طول طيب بيقولي اصمر البحس الموضوع الزيادة السكانية والامل الغذائي اللي معرفة مفهوم الزيادة السكانية الاثار السلبية الاثار الاجابية وفي الاخر بكتب المصادر بتاعتي انا جبت من كتاب المدرسة علوم وكتاب المدرسة دراسات وبحثت في جوجل ودخلت على المكتبة الرقمية وشفت فيها فيديوهات كده انا تمت البحس في ناس كتب سألتني على ترتيب العناصر هل انا اكتب العناصر كده بالترتيب وبعد كده اكتب الموضوع ده ليك مطلق الحرية انت ممكن تكتب العناصر دي آآ العنوان وتكتب تحتها على طول من غير ما تكتب العناصر تفصلهم كده دي ليك مطلق الحرية فيها طبعا مش الزام عليك ان انت تكتب العناصر كده زي واحد انت ثلاثة اربعة خمسة لا ممكن تكتب العنصر وتكتب تحته يعني مفهوم الزيادة السكانية وتكتب موضوعك وتسرد موضوعك اللي انت عايزه. العوامل مؤثرة في النمو السكاني ممكن تعمل شكل تخطيط الاثار الايجابية والاثار السلبية. يعني اقول العوامل الايجابية للزيادة السكانية واعمل سهم واشوف سلبية ايه وايجابية ايه برضو ده شكل تخطيتي. اه اتكلم عن مشكلة الغذاء هتبقى ازاي ايه اللي هيقصر في مشكلة الغذاء لما يزيد عدد السكان. الموضوع يا جماعة سهل بس محتاج شوية تنظيم وتركيز مننا. آآ كتاب الدراسات برضو ممكن اقدر استعين به. عندي النشاط الزراعي. النشاط الزراعي موجود. والنشاط الحيواني. طيب انا الزيادة السكانية ليها. ليها فايدة? ليها اثار ايجابية? آه هي صروة بشرية يعتبر. صروة بشرية ممكن اقول استغلها في الزراعة الكسيفة اللي موجودة عندي في كتاب الدراسات لانها بتحتاج لأيدي عاملة. بيقولي تتم خلال عمليات عديدة بزر الحبوب الرأي وتنقيل الحشاش بتطلب ايدي عاملة. هي بقى هنا موجودة عندي في الزراعة الكسيفة آآ اثار ايجابية للزيادة السكانية. طيب الزيادة السكانية هتأثر طبعا على النشاط الحيواني او آآ الكمية انتاج اللحوم لان انا محتاجة كل ما بيزيد عدد السكان محتاجة آآ كميات لحوم. طب لو ما فيش لحوم يبقى هاعتمد على الدواجن ما فيش دواجن هاعتمد على الاسماك كغزاء رئيسي لسكان العالم. آآ نحاول كده ننظم آآ معلوماتنا وهتلاقي الموضوع سهل جدا جدا ولو محتاجين اي موضوعات تاني يتكلم فيها او نحددها اكتبوا لي في آآ التعليقات بتاعتكم كل الاسئلة اللي تخصوكم وانا هارد عليها فورا وبالتوفيق ان شاء الله لكل الطلبة والطالبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.